بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في كيمة أربعة في فصلنا الثالث يتكلم عن أحماض والقواعد انتهينا الآن من جزئنا النظري اللي يتكلم عن تعريف الأحماض والقواعد واللي خصينا فيه الثلاث النظريات اللي هي النظرية الهنيوس وأيضا نظرية بنستدولوري وأيضا نظرية لويس وأيضا أخذنا في حصتنا الماضية كيف أصنف أن هذا عبارة عن حمض قوي أو قاعدة قوية حمض ضعيف وقاعدة ضعيفة وأعرفها مباشرة من جرد أن أشوف أي معادلة أو اتجاه واحد فقط للسهم أعرف هذا مباشرة أنه يتكلم يا أما على حمض قوي أما يتكلم عن حمض أو قاعدة قوية إذا شفت موجود عندي سهمين متعاكسان فمعنات الشيء هذا يا أما أنه قاعدة ضعيفة أو حمض ضعيف فقلنا أيضا أن الحمض القوي هو المحلول الذي يتفكك كليا في الماء وينتج لنا أيونات موجبة وأيونات سالبة سواء كان قاعدة قوية أم حمض قوي والمحلول الذي يتأين جزئيا في المحليل المائية وينتج لنا أيونات موجبة سالبة معنات هذا يا أما أنه قاعدة ضعيفة أو حمض ضعيف اليوم بنتكلم ندخل في مسائل ما يسمى عندي مسائل الأحمض والقواعد مسائل إن شاء الله أنها تكون سهلة سوف نستخدم فيها الأسز سوف نستخدم فيها لغارة مات سوف نستخدم فيها جميع المسائل أو الأشياء الرياضية اللي نخذناها في دراسنا في الرياضيات لكن لا نريد أن نخاف من هذا الموضوع الموضوع سهل وبسيط ونستطيع أن نستخدم أغلب المسائل بدون استخدام الآلة الحاسبة سوف نبدأ كيف يتم عندي تأيون ما يسمى عندي تأيون أو تفكك الماء الماء هو المادة المتعادلة التي سوف وضعتها مع حمض أو وضعتها مع قاعدة لن تتأثر شيء هذا فهي مادة متعادلة يعني تأخذ خواص الأحماض وأيضا تأخذ خواص القواعد فلازم نعرف ما هي قيمة تأيون هذه المادة المميزة اللي هي مادة الماء اللي هو المركب العجيب عنده اللي هو مركب الماء فدرسنا اليوم سوف نتكلم عن تأيون ثابت الماء الموجود عندي هنا اللي هو تأيون ثابت الماء كما تكلمنا سابقا نتكلم الآن عن أيون أو مركب الماء النقي وقلنا لازم نذكر كلمة الماء النقي لماذا؟ لأن الماء النقي خالي من الأملاح فالماء النقي الموجود عندي يتكون أو يوجد فيه تراكيز متساوية من أيون الهيدرونيوم أو هذه أيون الهيدروجين الموجود عندي وآيون الهيدروكسيد لازم نكتب هذا عبارة عن هذا أيون وأيضاً الموجود عندي هنا أيون لماذا؟ لوجود الشحنات الموجبة والمشحنات السابعة التي تنتج عن تأيونه الذاتي يعني لو وضعت الماء مع الماء فهي تأحض أن يحدث لعملية أيون لاحظ سهمين متعاكسة هذا الشيء السهمين متعاكسة تدخل عنده في موضوع مسمى عندي مبدأ الأشياء الذي أخذناه في التراكيز في الفصل أو في كيميا ثلاثة هذا المبدأ عندي يتحكم في التراكيز سواء لو رفعت تركيز في أحد جهات المواد الناتجة سوف ينتقل المواد متفاعلة وأيضاً لو رفعت تراكيز أحد المواد المتفاعلة سوف تنتقل التراكيز إلى المواد الناتجة فالتراكيز هنا موجودة تعتمد على تفكك الماء اللي تكون لي الآيونين آيون الهيدروجين وآيون الهيدروكسيد هذا هو الميزة في الماء ماء متعادل يعطيني أما الهيدروجين على أنه حمضي والهيدروكسيد على أنه مادة قاعدية طيب مع الحسابات والأشياء هذه اكتشفوا عندي حاجة تسمى ثابت تأيون الماء ورمزوله بالرمز طيب الساد لماذا كتبنا القانون كتب القانون بالشكل الموجود عندي بالشكل هذا لو رجعنا معادلات السابقة وطلب منك أنت أوجد ثابت التراكيز الموجود عندي فأخذنا موضوع من أحد المواضيع اللي أخذناه في كيمة ثلاثة كيف أوجد التراكيز فمباشرة تقول لو عندي التركيز يساوي تراكيز المواد الناتجة على المواد المتفاعلة طيب يا الساد لو جينا نشوف عندي المواد ناتجة عندي مادتين ناتجة أيون هيدروجين وأيون هيدروكسيد والأيون متفاعلة والمواد متفاعلة أنا عندي الماء فقط لو جينا نحل بالقانون الموجود عندي هنا بكل بساطة من حكتم تركيز أيون هيدروجين مضروف في تركيز أيون هيدروكسيد ويجيني طالبي يقول أستاذ أنا بكتب الماء بمشي على القاعدة أقول له كلامك الآن صحيح كتبت القانون المواد الناتجة على المواد المتفاعلة لكن في غلط هنا وغلط جوهري وسببنا مشكلة كبيرة في كتابة القانون مني تذكر هذا الموضوع إيش الغلط الموجود في كتابة هذا القانون عرفنا في السابق أن تركيز المواد الناتجة على تركيز المواد المتفاعلة اللي يعطيني الثابت عندي اللي ثابت الاتزان عندي موجود لكن الآن لو كتبنا بالطريقة هذا نظريا صح كتبت مشيت على القانون لكن أنت وضعت حاجة مهما فرضنا تكتب في القانون فنرجع نفكر قليلا ونشوف إيش الموجود عندي هنا ما هو الغلط الموجود عندي هنا أحسنت اللي يتكلم يقول ليش يساعد تكتب تركيز الماء الماء في الحالة السائلة أو الحالة الصلبة يكون على شكل ثلث يكون تركيزة ثابتة ولذلك تكون قيمتها واحد فما يحتاج أننا نكتب القيمة هذه ولذلك الثابت الكي يعطينا فقط تركيز اللي هو الهيدروجين ضرب تركيز أيون هيدرونيوم اللي استنتجوا منه هذا القانون اللي موجود عندي اللي هو ثابت تأيون الماء وكتبوا كيد دابليوم معناه كي واتر اللي موجود من كلمة واتر موجود عندي بالشكل هذا فوجدوا أن قيمة ثابت الموجود التركيز المواد هذه جاي أيون هيدروكسيد وأيون الهيدروجين جاي من المواد الناتجة ولذلك كتب القانون بشكل هذا وهذا قانون اللي سوف يتم عندنا حساب ثابت تأيون الماء وجدوا عند درجة حرارة 298 كالفن أن ثابت تفكك الماء لو كي دابليوم يساوي بما أن ماء متعادل من هيدروكسيد وهيدروجين يساوي الرقم الثابت هذا حسابيا وجدوا عمليا أن الرقم كي دابليوم دائما لازم تعرف الرقم هذا يساوي 1 في 10 والسالب 14 كيف جاء جاء من ضرب تركيز الهيدروجين مع تركيز اللي موجود عندي اللي هو الهيدروجين فطلع عندي الرقم اللي هو 1 في 10 والسالب 14 فمعنات القانون هنا لو جاءك أي مسألة أنت مباشرة عندك رقم موجود عندي ما هو الرقم هذا هو رقم اللي هو ثابت الماء 1 في 10 والسالب 14 ويساوي يمكن تكتب القانون بالشكل هذا بعدما تقول كي دابليوم تكتب القانون بالشكل الموجود عندي هنا بكل بساطة استطيع تكتب القانون يامه بالطريقة الأولى أو الطريقة الثانية يعني الآن كنا نتكلم عن ثابت جديد اللي هو يسمى ثابت تأيّل الماء اللي يساوي 1 في 10 والسالب 14 هذا الرقم تم إيجاده عمليا وعند درجة 298 اللي هي درجة حرارة الغرفة عندي واستطاع أن يطلع التراكيزة واكتشفوا أن هذا الرقم مهما عملنا يطلع رقم ثابت اللي هو 1 في 10 والسالب 14 من هذا الرقم نستطيع أن ننطلق ونعرف ما هي قيمة الأحماض وقيمة هذا القواعد ومنها اكتشفنا مقياس مهم جدا مقياس الأس العشري اللي باكتشف إن شاء الله من عملية الحسابية أعرف هل المادة الأمامي مادة حمضية أم المادة اللي أمامي مادة قاعدية نشوف الموضوع عندنا هنا جاءنا السؤال نحن ندخل في الأسلة مباشرة عندي أحد الأسلة يقول أحسب قيمة أيون تركيز أيون هيدروجين وتركيز أيون هيدروكسيد باستعمال كي دبلو يعني معناته إن شاء الله في الحصص القادمة يمكن يطلبك توجه التركيز هذه لكن ليس بالقانون اللي هو كي دبلو الموجود عندي إذا كان تركيز هنا أعطاك حاجة موجودة عندي أيون هيدروجين في كوب عند درجة حرارة 188 معنات اللي هو درجة حرارة ورفة تساوي 1 في 10 أو سالب 5 وأعطاني M كابتل هنا بنرجع لها الآن معنا كلام هذا فما تركيز أيون الهيدروكسيد في القهوة وهل تعد القهوة هذه بعد ما أنت اللي تشربها دائما يوميا هل هي مادة حمضية أم قاعدية أم متعدد ناخذ السؤال هنا من ثلاث أجزاء ناخذ السؤال هذا من ثلاث أجزاء إن فهمنا هذا السؤال وفكرة تركيب ومسائلة كل المسائل اللي بعدها تكون إن شاء الله سهلة فأول حاجة عندي هنا لازم أعرف الرقم هذا ماذا يعني عندي 1 في 10 والسالب 5 ولماذا كتب لي M كابتل هنا ماذا يرمز لي M كابتل الموجود عندي هنا لازم نرجع تذكر في معلوماتنا هنا ماذا يقصد عندي M كابتل M كابتل أخذناها في فصلنا الثاني اللي يتكلم عن المحاليل والمخاليط عندنا وأخذناها هذه الوحدة كاملة تكلمنا عنها ومسألة كاملة ينتج لي اللي هو M كابتل أحسنت اللي هو عبارة عن من المولارية وما هي المولارية كم مول ذاب عندي في لتر من محلول يعني أنا عندي لتر محلول كم عدد المولات المذابة في هذا اللتر في المحلول فوجدوا في تركيز هذا اللتر في المحلول اللي هو القيمة موجودة اللي عندي هنا اللي قيمة أيون الهيدروجين فأعطاني القيمة هنا 1 في عشرة والسالب ثلاثة اللي هو سالب خمسة فمعناته عندي هو طلبك تركيز أيون الهيدروجين والله تركيز الهيدروجين يعطاني في المسألة كم هو 1 في عشرة والسالب خمسة اللي هو M كابتل اللي هو مولاري طيب انتهينا الآن طلعنا قيمة اللي هو تركيز ودائما لازم نعرف الأقواس المربعة معناته عندي كلمة تركيز الآن أبطلع تركيز الهيدروجين أبطلع تركيز الهيدروجين باستخدام قانون اللي هو KW طيب رح نكتب عندي KW يساوي KW عندي تركيز الهيدروجين أيون الهيدروجين ضرب تركيز أيون الهيدروجين طيب يا الساد ما عندنا إلا الرقم هذا الواحد في عشرة والسالب خمسة والمطلوب عندي أني أوجد أيون هيدروكسيد طيب الساد كيف أحل المسألة هذه هنا مدام اشترط عندك وكتب لك لازم توجدها بكي دابليو فمعناته عارف أنك الآن عارف كم قيمة ثابت اللي هو من ثابت الماء طيب كم قيمة ثابت الماء اللي هو عبارة عن كم واحد في عشرة والسالب 14 كيف وجدنا من قيمة المعطاة عندك والرقم الثابت عندي اللي هو يساوي واحد في عشرة والسالب 14 معناته الرقم عندي هنا واحد في عشرة والسالب 14 طيب كيف نكمل المسألة وكيف نحل الموجود عنده بكل بساطة بكل بساطة عندي دائما زي ما تعودنا أي رقم مضروف في المجهول يكون تحت فالآن بروح بروح أطلع أيون الهيدروكسيد كم يساوي عندي واحد في عشرة والسالب أربع طاعش تقسيم واحد في عشرة والسالب خمسة ليش أستاذ حطيتها بشكل هذا لأنك لو جيت واحد في عشرة والسالب خمسة مضروف في أيون الهيدروكسيد فمعناتها لازم تكتبها أسفل وتحط فوق اللي هو ثابت الماء الآن نبغى نطلع القيمة الموجودة عندي طيب الساد انتظر علينا قليلا وليش أنتظر أبغى أطلع الآلة الحاسبة وهنا أحد الإشكاليات الموجودة عندي في عملية حساب الأساس لماذا تستخدم هنا الآلة الحاسبة خاصة في المسائل هذه السهلة أنت عندك في التحصيل لن تستخدم الآلة حاسبة وأسئلة كثيرة يعطيك هنا عشان تعرف هالمادة الأمامك مادة حمضية أم مادة يشفيها مادة قاعدية فالآن أعطاك أسس يا الساد طيب الوضع معقد كذا أنا لو عبقري بعرف حلها كذا كيف يسوي الموضوع ترى أبسط مما تتخيل فالموضوع عندي يخذته في الرياضيات أساسيات ما هي الأساسيات عندي؟ لو تذكر لو كان عندك أي رقمين مرفوع الأسس ومضروبة في بعض أروح أجمع الأسس هذا ويعطيني الرقم الموجود عندي لو كانت مقسومة الأسس على بعض بعرف مباشرة أن هذه الأرقام تنقص الرقم الكبير من الرقم الصغير موجود عندي أعيد الموضوع في موضوع الأسس بدون أن أستخدم الآلة حاسبة إذا ضربت الأرقام المرفوع الأسس مع بعضها البعض أروح أجمع الأسس لو كانت مقسومة على بعضها البعض أروح أنقص الرقم الكبير من الرقم الصغير الموجود عندي أنقصهم من الأسس ويطلع لي هذا الرقم يا أنك تجمع في عملية الضرب يا أنك تطرح في عملية القسمة فاللي أمامنا الآن واللاحظة الآن مباشرة عندي مباشرة عندي هذا الرقم فنأخذ عندنا 14 نقصا 5 فمعنات يقول السادة أنا على طول مباشرة مدام واحد تقسيم واحد هنا واحد ضرب 10 شو بدون أن أستخدم الآلة حاسبة 14 نقصا 5 معنات عندي اللي هو 9 إذن عندي يطلع هنا في النهاية لازم تكتب اللي هو مولار الآن بدون أن أستخدم آلة حاسبة وهذه الطريقة تسمى عندي طريقة كيف نطلع أيون الهيدروكسيد أو أيون الهيدروجين حسب الموجود عندي بنأخذ بعد شوية مسألة بتحل بالعكس يعني بتوجد أيون الهيدروجين من أيون الهيدروكسيد طيب أنا حليت الآن حسب القانون طيب يجي واحد يستاذ في طريقة أسهل مني يحل الموضوع هذا بالخطوات الطويلة ويختص لي وقت طويل جدا ويختص هذا الوقت الموجود عندي لأن في التحصيل أنا ما يكون بيكون عندي دقائق الثاني عندي تفرق معايا ليش أعمل عملي حسابي هذه الطويلة ما هو عندي ثابت تفكي كل ما كم واحد في عشر رسالة 14 فمعنات أعطاني الأسهل الهيدروجين كم عندي واحد في عشر رسالة 5 فمعنات إيش الرقم اللي فرق اللي بينهم وحل مباشرة لأنه لن يتعدى من 14 مدام عرفت الهيدروجين كم رقمة على طول أعرف الهيدروكسيد كم رقمة الموجود عندي بدون حتى ما أستخدم الحل الموجود عندي لأنك لو زودت في الهيدروجين بينقص عنديك في الهيدروكسيد لو زودت في الهيدروكسيد فينقص عندي الهيدروجين أهم شيء الزيادة والنقصان لا تعدي رقم 14 ولذلك أنت لازم تتأكد من الحل هذا الرقم اللي يطلع عندك أي ناتج عندك لا يعدي رقم 14 لو عديت رقم 14 معنات عندي مشكلة كبيرة يعني معنات أني اخترعت شيء في الحل فيقول واحد أستاذ ما دام من الرقم اللي أعطيتني الآن سالب 5 معنات مباشرة ما دام عندي رقم واحد هنا إذن أنا عارف كم الناتج عندي خمسة ونقصها ما عندي كبير من الهيدروجين نقص الخمسة على طول مباشرة أطلع الهودش بدون ما أعمل عملية حسابية بقول واحد في عشرة والسالب تسعة لكل مولار بدون ما أستخدم الحسابات هذه كابلة لأن هنا نقص من الـ 14 نقص خمسة يعني كم باقي عندي باقي عندي تسعة وهكذا عرفت الآن كيف أني طلع استخدم القانون وطلع منه اللي هو آيون هيدروكسيد طيب جينا الآن نبغى الخطوة المهمة جدا عندي الآن هل تعد القهوة الموجودة عندي حمضية أم قاعدية أم متعادلة وش الكلام هذا وش يدريني يا سيد إنها حمضية ولا قاعدية ولا متعادلة هذا الموضوع جان مقياس وسمى عندي هنا مقياس الحموضة والقاعدية العشرية فأنا رقمي اللي صلحتك بشيء في المسألة وتعبت فيه وطلعت أعرف مباشرة منه هل المادة الأمامي مادة حمضية ومادة قاعدية هذا الجدوى الموجود عندي أو الرسمة الموجودة عندي في صفحة 111 لكن ليست موجودة بالطريقة هذه الرسمة الموجودة عندي في صفحة 111 في أرقام كثير جدا على هذا الخط البياني الموجود عندي ولذلك لازم وهذه أحد المشاكل عندكم كطلاب في المقياس هذا أجد عندي يتكلم عن مقياس الأيون الهيدروجين وأيضا أجد مقياس الأيون الهيدروكسيد في الرسمة هذه وأجد أيضا مقياس الأيون الهيدروجيني والأس الهيدروكسيدي وتحدث عندكم لخبطة عجيبة في هذا الموضوع لأن الطالب اللي يطلع حمض الطالب الثاني يطلع على أنه قاعدة واللي يطلع على أنه قاعدة يطلع على أنه حمض لماذا هنا اللخبطة والمشكلة هنا لأنك تستخدم أكثر من مقياس في سؤال واحد فعشان ترتاح في هذا الموضوع ضع قياسك أو حساباتك على مقياس واحد فقط وأفضل مقياس أنك تحسب فيه هو أيون الهيدروجين أعيد وأكرر لو روحت على الرسمة هذه في الكتاب في صفحة 111 بتلاحظ عندك أرقام كثيرة على هذا المقياس وهنا تحدث اللخبطة عندكم ولذلك إذا جيت تأخذ مقياس خذ بس مقياس واحد فقط من هذه كلها وأفضل مقياس اللي هو هذا المقياس الموجود عندي مقياس أيون الهيدروجين يعني في أي مسألة لازم توجد أيون الهيدروجين علشان تعرف هل المركب اللي أمامك هل المركب اللي أمامك عبارة عن حمض أم قاعدة يعني هذا المقياس هو أفضل مقياس يوضح لي حمض وقاعدة يعني بروح أشوف مسألتي أيون الهيدروجين لو جاني الرقم هنا أي رقم 5 في 10 سالب 10 6 في 10 سالب 10 2 في 10 سالب 10 لكن عرفت أنه سالب 10 على طول أعرف أن المادة اللي أمامي مادش فيها قاعدية طلع عندي في المسألة حليت وطلع عندي في 10 أسالب 4 أتكلم عن أيون الهيدروجين فقط مع لي من أيون الهيدروجين مقياسي أيون الهيدروجين طلع في 10 أسالب 4 والله المادة حمض جيت حليت في المسألة وطلع عندي الرقم هذا 10 والسالب اللي موجود عندي سالب 7 موجود هذه النقطة معناته عندي هنا مادة متعادلة فأنت مقياسك مقياس واحد فقط اللي هو أيون الهيدروجين لا تدخل أيون الهيدروجين في السالب تدخل بس فقط أيون الهيدروجين لأن أيون الهيدروجين مجرد أنك توجده أعرف المقياس مباشرة نرجع لسؤالنا من اللي يكتشف لي الآن هل القهوة حمضية أم قاعدية أم متعادلة هذا أيون الهيدروجين أم أيون الهيدروجين فكروا أحسنتوا أيون الهيدروجين لماذا لني استخدمت مقياس أيون الهيدروجين الموجود عندي هنا فمعناته الآن معناته الآن فأروح أشوف الرقم والله الرقم اللي أعطاني يجساد واحد في عشرة السالب خمسة أروح أشوف عندي وينه واحد نمسح هذا الموجود عندي وينه واحد في عشرة السالب خمسة إذن هذا هو الموجود عندي واحد في عشرة السالب خمسة في المنطقة هذه معناته المادة هذه مادة إيش حمضية معناته القهوة اللي نشربها الآن عبارة عن مادة إيش مادة حمضية ولذلك تختلف عندي المواد حسب الدرجات الموجودة عندي فمجرد أني أعرف الأس هذا المقياس الهيدروجين أعرف هل المادة عندي حمضية أم قاعدية أم إيش متعادلة وقلنا ونعيد ونكرر ضع مقياسك مقياس واحد يسهل عليك الموضوع بكل سهولة أنا مقياسي الآن هو أيون الهيدروجين مجرد أني أعرف أيون الهيدروجين كم الرقم اللي له أعرف على طول هل المادة هذه حمض أم المادة الموجودة عندي عبارة عن قاعدة ولذلك في سؤالنا السابق طال عندي أيون الهيدروجين في عشر السالب خمسة معناته عندي أن المادة اللي عندي اللي هي القهوة عندي إذن القهوة الموجودة عندي تعتبر مادة حمضية لو يجي واحد يغلط الغلطة هذه يقول أنه في عشر السالب خمسة أو إتش هنا بيسبب المشكلة عندك ولذلك أنا قلت لك ناقض مقياس واحد اللي هو مقياس اللي هو أيون الهيدروجين طيب نشوف هنا مسألة ثانية في مسألة تدريبية اللي في صفحة 109 اللي موجود عندنا شوف تراكيز الأيون الهيدروكسيد والأوتش الأربع محالية المائية فنبدأ بواحد واحد يقول هنا أحسب تركيز الأيون الهيدروجين والأوت طيب يجي واحد إكساد عند 298 وش دخلها في الموضوع أنتم ما لكم دخل في هذا الموضوع هي يقصد عند حرارة الغرفة العادية ثم حدد هل المادة الأمامي حمضية أم قاعدية أم متعادلة هذا السؤال نريدكم أن تحلوه عندكم فيه في الكتاب عندك في الدفتر عندك واجب عندك نحل هذا السؤال لكن قبل الآن من يعطيني مباشرة هل المادة اللي تكلم عنها في المادة أي هل هي مادة حمضية أم قاعدية أم متعادلة هل تستطيع أن تحلها مباشرة بدون ما تعمل عميلة حسابية أم لا ركز الآن في هذا السؤال في فقرة أي هل تستطيع أن تعرف أن هذه المادة حمضية أم قاعدية أم متعادلة بدون ما تحل المسألة فكر فيها هل الموجود أمامك أيون هيدروجين أم أعطاك أيون هيدروكسيد أحسنت أيون هيدروجين طيب هل تعرف أني شو المادة الموجودة عندي نعم مادة قاعدية كيف عرفت لأن الرقم اللي أعطاني في الأوس هنا سالب 13 بغض النظر يش يعطيني الرقم هنا لو يعطيني أي رقم يبغى لكن أعطاني سالب 13 أرجع عندي هنا والله وجدت هذا سالب 13 معنات المادة اللي في فقرة أي مادة ايش فيها قاعدية بدون ما أعمل أي حسابات لأنني أنا سهلت على نفسي وعرفت مقياسي الحل إن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي لكن لو أعطاني نفس السؤال وقلت لك في هذه هل تستطيع في الأيون هيدروكسيد الآن تستطيع تعرف أن هذه المادة حمض أم قاعدة أم تعدم صح عليك ليش لأنه لم يعطيني لا تستطيع لأنه لم يعطيني أيون الهيدروجين فلذلك لازم في هذه المسألة أطلع أيون الهيدروجين عشان أعرف أنها حمض أم قاعدة أم تعدم كذا إن شاء الله هذه المسألتين حاول أنك تحلها عندك في الكتاب وتعرف الناتج عندك كيف طلع أيون الهيدروجين في المسألتين A و B وإن شاء الله نلتقي فيكم الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته